اطار علاقات ديال هاد الراديلة انه كي يطلقى بريطاني اللي غادي يجنده وغادي يولي جنيد مزدوج في اطار المهمة ولانه ودي ما كيهضر هو كيعرف الناس كيعرف الاجهزة كيعرف كذا كيعرف عنده عنده علاقات كثيرة الى اخيره فغادي يربط علاقة معه من ليالي الماجينة والبغاء في الدولة ديال الخاليج الى لندن فاش غادي يتفضح وغادي بغيت تعتقل غادي يعتقله خوفا من الاعتقال دياله والحكم عليه في الدولة ديال الخاليج انه غادي يمشي يتهز يفر الى لندن لندن فالفين واثناش وغادي يحاول انه يفروا ليه الشروط انتاع راحقه معارض وراه سياسي وبالتالي غادي ياخد الاقامة دياله على اساس انه معارض ولجوء سياسي وهي طريقة اخرى باش غادي نفس المهمة غادي تبقى عنده ديال القدارة وديال البغاء وديال تخنيت ولكن بطريقة اخرى من اجل باش يتجسس على المعارضين الجزائريين اللي من بعد طبيعة الحال سواء كانوا مع النظام ولا خارج النظام واللي فروا من الجزائر واللي موجودين في اوروبا بشكل كبير وخصوصا في لندن وكان عارفوا لندن كانت قاعدة للقاعدة وللحركة الاسلامية ومروا منها رموز ديال الحركة الاسلامية وبالتالي غادي يمشي انه باش يجسس سماك على المعارضين في لندن ادن هاد المصار ديالو اللي غادي يمر من الصيبة من الابتدائي وتقول لكم الابتدائي والاعدادي يتصوروا واحد انه عاش هاد المعاناة هادي وكان اونت من الابتدائي والاعدادي واحتى غدتوا اللي عنده 22-24 سنة وواش غادي تحيد منه هاد البليا هادي وواش غادي تخلص بيتخلص من هاد البليا هادي لانه صافي من شبع على شيء ان شابع عليه كبر انت مخنت مفعول به وفيه لها لسانه الان انه ديال القادرة وشوفوا التال حركات اللي كيدير بعدها حركات معبرة على واحد المارض انا تنسميه مارض عضال مزمين اللي رافقوا من الصغر كما قلنا من الابتدائي حتى الان الان ابسط الامثيلة باش ما نكونوا واقعيين منه وفي نفس هادا مشال القواداء الباغاء غادي يمشي لهاد العالم هادا الخبيت اللي غادي يقولي انهو يتعطى السكر والعربادة ولا معروف بالسكر والعربادة وما كيسحاش ليلة نهى لا في العمال لا خارج العمال لا في الحمال لا في الدرب لا في السكان لا في الهدا ولا ايدا مبلي ولا مريض ولا هادا ولهدا حتى انهو لا يتكلم وكي يتفخر هو بعد حتى في وسائل التواصل الجماعي اليوم انهو كي يظهر راسو مره من بعض المرات انهو كي يشرب انهو كي يسكر وكي يفتخر بيها لانهو ما قادرش ما يقدرش يتفرق عليها التبلاع ولا مدمين باش مدمين كين تفسير الاخر اللي مرتبط بهاد التكوين ديالو التركيبة ديالو اللي يشبع لها وانهو الادمان ديالو حتى في وسائل التواصل بشكل مباش يلي ميم كيش هاداش اشخصية غير سوية الادمان ديالو باش يغطي وينسا ويتنسا ويحاول يتنسا انهو مفعول فيه ومفعول به وانهو خونتا وانهو كيزيدوا ليه الرجال والفحول زادوا ليه في الصغر وكيزيدوا ليه اليوم الان في لندن عايش معاه راجل تنقدروا بهذا الان هنا لندن عايش معاه راجل من دولة ديالجيوار تقيم راجل ومرة تنعرفوا التقافة والقيام ديالغرب واللي بغين يمرها لنا وهذا هو النموذج بنصديري قيم انهو ديال المتالية وديال راجل مزوج براجلين الذي هو انتا ويجعل انهو يجري على مرتو ويدغط على مرتو باش يمشي ويبقى بوحده في الداري مارس الرديلة ما تنساوش تشاركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة